صباح الخير عليك يا حسام وصباح الخير واستعادة على حضراتكم جميعا حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر مستمرين معاكم في تغطيتنا لفعاليات منتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة وطبعا منتابع معاكم يوم بيوم اللي بيحصل فيه فعاليات طبعا المنتدى السنة دي مبارح كان اليوم الثاني لمنتدى الشباب العالم في نسخته الرابعة وكان فيه جلسات كتير جدا مهمة الحقيقة وكان فيه فعاليات كتير جدا مهمة وحوارات ونقاشات بين ممثلين دول كتير جداً كمان يمكن من أهمها يا حسام كان نموذج محاكات مجلس حقوق الإنسان طبعاً بالأمم المتحدة ويمكن كان فيه مشاركة كبيرة جداً حوالي 115 شاب من مختلف الجنسيات مثلوا 47 دولة أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة وكان فيه كمان الحقيقة عدد من المداخلات المهمة وتعقيب من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيه ملف حقوق الإنسان تحديداً في مصر فيه كمان نقاشات كتير جداً عن مواضيع وملفات أخرى هامة جداً يا حسام الحياة من ضمن الجلسات اللي كانت غاية في الأهمية بالأمس كانت جلسة الطريق من جلاسكو لشرم الشيخ لمواجهة التغير المناخي كان فيها تجارب ومناقشات وأمور عديدة ونقلت عنها أخبار كتير وكالات أنباء عالمية نظراً لأهمية الجلسة وموضوع محل النقاش وأيضاً للمشاركة اللي كانت فيرتولي أو افتراضياً أو عبر الساتيلايت كان فيه أسامي نقدر نقول بلغة السياسة أسامي تقيلة مشاركة في هذه الجلسة كان فيه جون كاري مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون مورتن المبعوث الخاص للمناخ بالمملكة المتحدة إنجر أندرسون المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة طبعاً ده بيقول إن فيه حاجة بتحصل هنا على أرض مصر على شرم الشيخ مؤتمرات قوية زي ما كلمنا مع حضراتكم من بداية هذه التغطية إحنا قدرين إن إحنا نظم مؤتمر في وقت فيه صعوبة في تنظيم مؤتمرات ممثلة أو على غرار هذا المؤتمر في كثير من دول العالم لكن النجاح هو أيضاً الأفكار التي يتم منقشتها النجاح هو أن تعبر بهذا المؤتمر لأن تخرج به أو منه توصيات حقيقية يستخدمها أساسة في اتخاذ قراراتهم لأن الساسة ورجال الدول يقومون باتخاذ هذه القرارات بعد أن يتشوروا مع الشعوب وهنا الشباب يشارك وأعرض رؤاه وتخرج التوصيات إن شاء الله في نهاية هذه الدورة الرابعة حلقة جديدة يا جمانة حلقة جديدة وإن شاء الله هندعم حضرتكم حالاً سبع الخير والسعادة على حضرتكم جميعاً وصباح الخير يا مصر من شرم الشيخ